بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن design for shear نحن نتحدث عن نحن نتحدث عن كيف نصمم قطاع for flexure كيف نصمم بالfirst principles كيف نصمم بالكربات باستخدام C1G وR Omega Curves ثم نتحدث عن باستخدام C1G أو باستخدام C1G أو باستخدام C1G أو باستخدام C1G باستخدام C1G باستخدام C1G أو باستخدام C1G ومعنى C1G كله كان تركزنا على تصميم للبيندج طيب الكامير مش معرضة للبيندج بس ده معرضة كمان لشير يعني تعالى نرسب هنا كده على الويتبورد مثلا عندي كاميرا بالمنظر داود وعندنا نرى ان الكاميرا هنا طبعا فيه سببورد هنا سببورد هنا مثلا و سببورد هنا الكاميرا ديت احنا عارفين ان فيها الكراكس بتاعتها اللي بتتكون فيها نتيجة بتبقى كراكس في نص الكاميرا بتبقى كراكس بالمنظر دا كده كده رأسية من لي في منطقة المومنت منطقة المومنت الماكسيما المومنت بيبقى في نص الكاميرا او قرب النص لكن قرب السببورد بيبقى عندي الكراكس تبقى ميلة تبقى على خمسة واربين درجة دي بنسميها شير كراكس الشير كراكس زيت هي دي اللي هنتكلم عليها النهاردة واللي احنا عايزين نصمم الكاميرا انها تقاوم الكراكس زيت تعالنا تخيل كده ان الكاميرا قدامنا ديت تبقى نظر كده ان هي بلين كونكريت اي طعنها مش بلين كونكريت يعني تخيل ان دي بس كده بلين كونكريت وحصل فيها الكراكس زيت خلين نركز على الشير كراكس انا همسح دول خلين نقول الشير كراكس اللي هيحصل لو الشير كراكس هي تحصل لها بروباجيشن وزادت عن او يعني بدأت تزيد عن كده هيحصل ايه قدام الشير كراكس هيمتد 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 بالمنظر ده كده هيمتد بالمنظر ده كده وفجأة هتلاقي الجزء اللي في النص دو هتحصل له ايه هيقع لتحت ده طبعا بريتل فليور بريتل صدم فليور يعني هتلاقي الكاميرا دي واعت على تبغي المسح ده ده لو ايه لو هي بلين كونكريت طبعا هي مش بلين كونكريت واحنا عندنا في حديد تسليح المفروض يكون بيقاوم الكراكس زيت حديد تسليح اللي احنا هتكلم عليه النهاردة عشان يقاوم الكراكس زيت هو حديد تسليح بيقاوم الشرخ الميل ده يعني لازم يقطعه يعني التسليح السفلي اللي هو احنا قلنا عليه بتاع الفلكشر ده تسليح السفلي ده ملوش دعا بالكراك الرأسي ده مش يعمل مع حاجة ملوش اي يعني الكراك ده له ويحصل ده مش بيقاوم اللي بيقاوم لازم حاجة تقطع الكراك ده حاجة تقطع الكراك كتوبها حاجات في الاتجاه ده كده تسليح في الاتجاه ده التسليح اللي في الاتجاه ده اللي هو اسمه ايه؟ ايه اللي احنا بنعمله بالشكل ده كده؟ السيرابس السيرابس او الكنات بالضبط كده عشانك انا ما جينا نصمم الكاميرا في الفلكشر ونعملها دي تيلينج قولنا ايه يعني انت بس ايه اسلح للفلكشر وحط كنات وتعالى عند قرب العمود تركز الكنات اللي هي المنطقة اللي فيها الشير كراك لكن طبعا في النص الكاميرا هنا لا انا ممكن الكنات هنا تبقى بعيدة عن بعضها بالمصدر ده كده ليش مشكلة لان هنا الشير هنا قليل ومفيش كراك مفيش شرخ شير لكن قرب العمود شروخ الشير ديت لازم احط لها اللي يقاومها وبالتالي بنركز الكنات هنا عشان كده قولنا المنطقة اللي هي قرب العمود بنبتدي نحط ايه؟ هنا بنحط الكنات اللي بتقاوم ال ايه؟ الدياجونال كراك ده ده باختصار اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ان احنا عايزين نحط الشير رينفورسمت اللي تقدر تريزيست القصة ديت وتمنع ان يحصل شير فلير تعالى هندخل بقى على شوية تفاصيل اكتر في الديزاين الاول احنا بنحدد الكريتكال شير او كريتكال سكشن للشير فين مكان الكريتكال سكشن للشير؟ احنا نسا من شوية كنا رسمين ان داجونال كراك بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة بالمنظر ده كده على 45 درجة او كده على 45 درجة كده ليه كده كونسبت بيشتغل بيه الكود الامريكي قال انا عندي الشير يبتدي من هنا من عندي السكشن ده كده قالك ان كل الجزء اللي على الشمال ده شايفينه الجزء اللي على الشمال بتاع الكاميرا اللي هو الشمال الخط اللي على 45 ده ده مسك في العمود مش يجراله حاجة الشير الكريتكال عندي يبتدي بعد الحتة المكلبشة في العمود دي ما تخلص فالحتة دي على بعد الخط ده لو على 45 درجة وانا عندي ديبس ده دي يبقى مسافة الوفقية دي فالكود الامريكي قال الكريتكال سكشن على بعد دي من وش العمود بقى يبتدي يقولك بقى ايه؟ شوفي الشير هنا اخباره ايه؟ الكود المصري ما قالش كده كود المصري قال ايه؟ قال لا قال انا هاخد حاجة افرج حاجة افرج ازاي؟ قالك انا هاخد هنا خط في نص المسافة دي في نص الكراك الميل ده الكراك الميل ده ارتفاعه 45 يبقى المسافة الوفقية بتاعته 45 يبقى المسافة دي كده 45 يبقى الوفق كده 45 يبقى الوفق كده D يبقى الوفق كده D لان خط ده على 45 درجة يبقى بالتالي المسافة دي يبقى المسافة دي على بعد دي على اثنين من وش العمد ده سبب ليه اعملوها كده او ليه قالوا ان هي على بعد دي على اثنين من وش العمد طيب ده بالنسبة لو كاميرا على عمودين او كاميرا ركزة على اعمدة طب لو كاميرا دي ممكن تقابلنا كزي كاميرا ممكن تبقى ركزة على عمود مثلا من ناحية ومن ناحية التانية مش ركزة على حاجة متعلقة بحاجة ده اسمه شداد شداد او تنشن ميمبر تنشن ميمبر دوت زي العمود بالظبط بس بدل ما هو بيصبورت الكاميرا من تحت هي ركزة عليه لا ده هو بيعلقها بيشدها لفوق في حالة الشداد دوت الكراكل ده جونال دوت هيبقى داخل جوه الكونيكشن بين الشداد وبين الكاميرا فعشان كده بيتاخد على وش التانشن ميمبر على طول يعني هنا الناحية دي مفيش مشكلة على بعد دي على اثنين من وش العمود لان ده عمود لكن ده تانشن ميمبر او تاي يبقى هنا على وش التانشن ميمبر بالظبط ده عشان خطر الكراكل اللي هو الميل ده هيحصل من هنا كده يدخل جوه هنا فده الكريتكال سيكشن اللي عنده اعلى شير زي الكود المصري ما بيأكده فدي اول حاجة بتحديد مكان الكريتكال سيكشن الحاجة التانية لو انا عندي اللود على مسافة اكبر من لو حمل مركز يعني حمل مركز مش الليونفرون نود وتمتل مركز لو عندي ريكشن يعني على من خطر الكاميرا متحمله على الكاميرا اللي انا بدرسه فده هيبقى الريكشن بتاع الكاميرا خطر الحمله conflict من قاميرا Kalau مركز على الكاميرا algunos ريكز فهنا ده هيبقى على بعد لو الحمل حمل الخطر الكريتكال سيكشن على بعد مسافة ايه اكبر من دي على الاثنين الكود المصري قال ómo الرقفbeeld هنا طبعاً اللوت ده بالنسبة للوش العمود ده على مسافة أكبر من D على 2 يبقى critical section على D على 2 وهنا برضو اللوت ده على بعضه من وش العمود المسافة A أكبر من D على 2 يبقى critical section على بعض D على 2 فبننزل الكاميرا لتحت بالنسبة للصبورت البعيد العمود البعيد أكيد طبعاً ال-B أكبر من D على 2 يبقى على بعد D على 2 الحالة بقى اللي هو الحمل المركز على بعد مسافة من وش العمود أقل من D على 2 الكود المصري قال critical section عند وش العمود يبقى كده بالنسبة لما يكون كاميرا وصبورت على أعمدة وعليها حمل المركز لو هو الحمل ده قريب قوي من العمود أو على مسافة من وش العمود أقل من D على 2 الكريتكال سيكشن يبقى عند وش العمود لأن ما ينفعش بكريتكال سيكشن إيه بره هنا يعني الشير التقيل طبعاً هي بالنحية دي فما ينفعش بكريتكال سيكشن الدي على 2 هنا أكبر من B فما ينفعش الكريتكال سيكشن يبقى بره يعني إزاي إذا كان الشير للماكسموم هنا يعني طبعاً أكيد الفلير هيبقى النحية دي مش هيبقى فده سبب إنه هو على بعد هيبقى على وش العمود يبقى دلوقتي عندي حالتين الكريتكال سيكشن على وش العمود الحالة الأولية لما يكون تاي كده والحالة التانية لما يكون فيه كونسنتراتي لود على مسافة أقل من D على 2 من وش العمود أخرى الكريتكال سيكشن على بعد دي على 2 ده كده أماكن الكريتيكال سيكشن طيب تعالى بقى نشوف كده في معلومة تانية الكود قالها برضو ايه هي لو انت واقف فوق العمود ده انا هفتح الصوت عشان برضو ممكن بقى ايه في اسمع ايه الردود بتاعتكم لو انت واقف على العمود ده ايه قيمة شير على الكاميرا زيرو بالزبط زيرو بطبيعه لو انت عملت الكاميرا سيمبل بيم مثلا هنجد هنجد وكده وجيت حطيت كونسنتريتد لود فوق السبورت هيدي راكشن عند السبورت دوت بنفس قيمة الكنسنتريتد لود والكاميرا والرياكشن بقى الناحية التانية عند السبورت التانية صفر طبعا وارسم بقى الشير فورس زياجرام ديوتو الكنسنتريتد لود ده هتلاقي زيرو لان اللود بالسينس كده راح مباشرة للعمود الكاميرا ما حسيتش منها طيب لو انت قريب قريب شوى قريب قوي من العمود لو انت وايف زي الحملة ده كده قريب من العمود خلي بالك هنا الكاميرا احنا بتعامل مع حاجة مجسمة بقى يعني مش سينتر لاين زي ما بتغضو في الستركشي انالسس كده لاين سينجل لاين كده لأ ده هي لها ديبس لها عمق لها يعني حاجة مجسمة اللود هيروح من الحمل ده للكاميرا ازاي هتلاقي ان اللود بيمشي بالشكل ده كده تعالى نرسمها مع بعض نهايلايت مسلا كده هنلاقي ان هتلاقي ان في جزء من اللود بيروح للعمود وفي جزء بينزل لتحت كده يعمل يعمل فليكشر بقى ومومنت والقصة اللي احنا عارفنا ففي جزء هيروح للعمود كده يعني اتخال لو انت وايف فوق العمود بالزبط انت كل حملة بتاعك راح العمود لو انت فوق الكاميرا بس قريب منه في جزء نتيجة ان الكاميرا لها ديبس بيمشي كده بسترات ميل في حاجة في النظرية بتصميم الخرصانة اسمها ستراتان تاي موديل ممكن اتخذوها بعد كده مش السنة دي ولا السنة اللي جاية الستراتان تاي موديل بيعامل الخرصانة كما لو كانت تراص زي التراصيز بتاعت السيل الممبر اللي هو اندر كومبريشن بيسموه سترات س تي آر يوتي والممبر اللي هو اندر تنشن بيسموه تاي فهو في الخرصانة اسمه سترات سترات انتاي موديل فده سترات السترات ده بينقل اللود دايركلي لعمود وبالتالي فيه جزء من تأثيره على كاميرا بيقل وبالتالي راح الكود قال الاشير ممكن اعمله ريداكشن في الحالة دي بيعمل ريداكشن ازاي قالك فور ا اقل من اتنين دي لما يكون بعد الحمل المركز اقل من تويس الدبس بتاع الكاميرا الشير فورس ديو تو البي is multiplied by A over 2D يعني يحصل لها reduction احنا الا اقل من 2D هنا الا اقل من 2D فالرشو دي اقل من 1 فانت لما تضرب في حاجة اقل من 1 يبقى الشير فإذا هنا في حالة ان الحمل قريب اقل من 2D من وش العمود الشير فورس اللي ناتجة من الحمل المركز دوت مش كل الشير فورس يعني من الحمل ده بس ممكن يكون في حمل تاني بعيد انا بتكلم على الحمل القريب ممكن اضربها في A over 2D اعمل لها reduction ليه؟ لان في جزء من اللود directly transferred to the column by A direct pairing او بالstrat دي كده تالت قاعدة انا اخدها النهاردة تعالوا نشوف فيها ايه مسألة application على القاعدة دي عندي كاميرا اللي سبق بتاعها 8 متر تمانية متر هنا يعني من center line لل center line و الكاميرا دي رستد على عمودين العمود الواحد فيهم عرضه 0.4 متر عليها يونفر ملود 30 كيلو نيوتن للمتر وعليها concentrated load 20 كيلو نيوتن طبعا ده reaction بتاع الكاميرا يعني الكاميرا secondary بيبعد 1.1 متر عن center line ومطلوب نحسب الشير فورس نجيب الكريتكال سكشن طبعا ونحسب الشير فورس عند كل الكريتكال سكشن في الكاميرا دي طيب الأول نرسم نجيب الشير فورس دياجرام الكاميرا دي اللي سبق بتاعها كام سبق بتاعها 8 متر من أول السببورت ده السببورت ده 8 متر هنحلها مرتين مرة due to اليونفرم لود ومرة due to concentrated load due to اليونفرم لود هيبع عندي 30 كيلو نيوتن للمتر على الكاميرا اليونفرم أعرف طبعا أنا جيبي الرياكشن وعرف أجيبي الشير الرياكشن WL على 2 طبعا 30 في 8 على 2 يعني 30 في 4 يعني 120 كيلو نيوتن وقدر أرسم الشير فورس دياجرام بالمنظر ده يبتطلع ب120 بعد كينزل جراديوالي لغاية لما يوصل هنا ل-120 ويرد بالرياكشن ده الشير فورس زيجرام طيب الكريتكل سيكشن في الكاميرا دي فين على بعد دي على 2 ولا لا الناحية الشمال هنا على بعد دي على 2 لأن الحمل المركز زي بعيد يبقى هنا على بعد دي على 2 طب الناحية اليمن هنشوف هل المسافة بعد اللود عن وش العمود أقل من دي على 2 ولا لا دي على 2 بكام أنا مديلك الكاميرا دي بسها 650 ميلي يعني ال-D 0.65 ميتر وخلي بالك أنا هنا بقول الدبس مش بقول التي يعني كل تعملاتنا هنا لما قللك دي على 2 وعلى بعد دي و2 دي وكام متكلم مع ال-effective ديبس اللي هو التي ماينس الكفر التي ناقص الخمسة سنتي فهنا ال-D 650 يعني 0.65 بعد الحمل المركز من وش العمود 0.9 المسافة دي دي كده 0.9 متر 0.9 دي دي علاقتها اي بالـD على 2 دي على 2 يعني 0.65 على 2 يعني 0.325 هي اكبر منها يبقى خلاص يبقى ال-critical section على بعد دي على 2 يعني اذا انا عندي في الكاميرا دي ال-critical section للشير في ناحية الشمال او ال-critical section للشير في ناحية اليمين على بعد دي على 2 من وش العمود يعني على بعد 0.325 من وش العمود طيب هاجي هنا اجيب ال-shير عند ال-critical section بالنسبة للكسة الاولانية خلينا نركز بس في ال-uniform load في ال-uniform load على بعد دي على ال-2 طيب على بعد دي على ال-2 يعني على بعد اقدمني ال-central line من ال-central line من هنا كده يبقى الاول ناخد نص عرض العمود اللي هو 0.2 وبعد اطلع دي على ال-2 اللي هي 0.325 يبقى هنا 0.2 اللي هي 0.4 على ال-2 زائد 0.325 اللي هي 0.65 على ال-2 نجيب مكان ال-critical section يبقى على بعد 0.52 من ال-central line بتاع العمود ونفس الطريقة هنا هيبقى برضو ناحية اليمين 0.52 من ال-support اللي هو center العمود ده كده ال-critical section عايز بقى جيب الشير due to the uniform load عنده سهلة تقدر تجيب الشير هنا اه طبعا يعني تقدر تقول لي الشير على بعد 0.52 من ال-support ده اكيد هو 120 ناقص uniform load في الحتة دي الشير عند اي section هو ال-reaction ناقص uniform load في بعد ال-section عن support يعني بيساوي 120 ناقص 30 في 0.52 ده يطلع 104 من 10 ده كده خلاص خلصنا جبنا الشير due to ال-ay ال-uniform load تعال بقى نشوف ال-ay ال-concentrated load لو نرس مشير force زي جرام هي طلع عامل ازاي هنجيب ال-reaction هنا وال-reaction هنا ونرس مشير force زي جرام طلع ازاي طلع ال-reaction هنا طبعا مش موري ال-step طبعا في الرسم هنا لكن ال-20 كيلو نيوتن دي لما تجيب لها ال-reaction يطلع هنا يطلع 27 و-2 من 10 مجموع ال-2 دول طبعا لازم يطلع 200 مجموع ال-reaction لازم يساوي ال-concentrated load ال-20 كيلو نيوتن نرسم الشير force زي جرام ال-reaction اللي طلع 27 و-نص اطلع معاه وامشي constant 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 لغاية لما قابل ال-load اللي نازل انزل معاه هينزل 200 200 من 27 و-نص ده يبقى انزل تحت ب-172 و-نص امشي uniform بيها ارد بال-reaction اللي هو 172 و-نص ده الشير force diagram طيب قيمة الشير عند critical sections بكام تعال نمسك section اللي على الشمال critical section الاولاني اللي هو ده انزل كده بخط هطلع بكام برضو 27 و-نص اللي هي قيمة الشير هنا constant 27 و-نص طيب وهنا ننزل هنا بخط هطلع كام برضو هطلع بنفس القيمة هنا constant 172 و-نص فكده احنا جابنا critical sections وجابنا قيمة الشير due to uniform load و due to concentrated load عند critical sections أجمعهم بقى لا استنى ما جمعش ليه ما جمعش لأن احنا عندنا criteria بتقول ان لما يكون concentrated load قريب من support ممكن الشير بتاعه due to concentrated load يعني الشير بتاعه عند support القريب يقل يحصل لـ reduction طيب بالنسبة للsupport البعيد لا مش يحصل هو يحصل للقريب بس طيب الـ reduction الـ الاول بس يحصل reduction هو لا بنشوف هو بعده من وش العمود كام ونقارن دي باتنين دي هنا بعده من وش العمود كام 0.9 الحمل المركز ده بعده من وش العمود 0.9 طيب اتنين دي بكام اتنين في 0.65 1.3 طيب 0.9 اقل لو الاكبر من 1.3 اقل يبقى هو قريب يبقى كده الرئي الشير اللي هو ده 172 ونص دي كده ده يضرب في 0.9 على 1.3 لأيه على 2D لأن اللود هنا أقرب من قريب من وش العمود ونص 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 2D وبالتالي لازم يضرب في A على 2D اللي 0.9 على 1.3 ده الشير ده طيب بالنسبة للشير البعيد بعد 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 اللود ناقص قريب 1.4 1.4 1.4 10 اللي هو due to uniform load زائد 172 ونص اللي هي due to concentrated load مضروبة في 0.9 على 1.3 يطلع 238 ده كده تطبيق على الحساب الشير فورس عند الكريتيكال سيكشن هندخل بعد كده في مرحلة ال ديزاين أنا حسابت حددت مكان الكريتيكال سيكشن وحسابت الشير فورس عنده عايز بقى أصمم فبنعمل شوية حسابات كده هنتكلم عليها دلوقتي أول حاجة بنحسب حاجة اسمها nominal shear stress ايه nominal shear stress ده اللي هو بنسميه Q small ultimate ده بيساوي Q ultimate capital على B D يعني كان بقسم shear force على area بتاعت السكشن طيب ده اسمه nominal shear stress أو بنوع shear stress يعني Q ultimate على B D بنحسب بقى مقاومات الخرصانة للshear ultimate shear strength في عندي كزا حاجة في حاجة الأول الكونكريت لوحدها وفي RC مع بعضها الكونكريت لوحدها مقاومتها للshear في معادلتين معادلة بنسميها QC ultimate C يعني concrete يعني QC ultimate uncracked وفي معادلة QC ultimate cracked ايه uncracked وcracked uncracked يعني قبل الخرصانة ما تشر دي مقاومة الخرصانة للshear قبل ما تشر وQC ultimate cracked مقاومة الخرصانة للshear بعد ما تشر المعادلة الأولانية 0.16 square root of FCU by gamma C gamma C طبعا بواحد ونص واليونت بتاعت FCU نيوتن على المليمتر square QC ultimate cracked هتسوي 0.12 جزر FCU على gamma C هتلاقي أقال شوية من Q uncracked يبقى عندي قيمتين للمقاومة الخرصانة للshear واحدة uncracked واحدة cracked RC C يبقى اليه الخرصانة المسلحة الحديد بخرصانة بكل على بعض وكده المقاومت بنسميها Q ultimate maximum كيو يو ماكس الكيو ألطبيت ماكسوم بتساوي 0.7 جازر FSU على جامل C على ألا تتعدى الأربعة واربعة من عشرة نيوتن على المليمتر سكوير ما تزيدش عن أربعة واربعة من عشرة نيوتن على مليمتر سكوير ولو انت عايز غير الإكوائشن دي البديل للإكوائشن ديت في بديل لها هو التابل اللي تحت ده ده كده بديل للإكوائشن ديت بتدخل بالFSU هنا وتطلع بQ Ultimate Maximum يعني مش مسهلة طبعا بس هو الكود حاططها يعني انت عايز خرصانة مثلا 40 يبقى من ال40 على طول الـQ Ultimate Maximum 23 خرصانة 25 يبقى الQ Ultimate Maximum 2 هي نفسها المعددة دي يعني وعند 60 الQ Ultimate Maximum 4.4 فمعنى كده انك انت لو شغال بخرصانة طول ما هي أقل من 60 كمان ال40 في استخدام التقليدي في مصر فانت دايما بتبقى المعادلة دي متحقق فالFSU 4.4 ده ما بنتشهيكش عليك كده ايه اللي سلايد دي بس بنعرف شوية مسميات الشير سترس والشير سترنس الشير سترنس في عندي ثلاثة مرة تانية مقامة خرصانة قبل التشرخ مقامة الخرصانة بعد التشرخ ومقامة الحديد والخرصانة اللي اتنين مع بعض اللي هي الماكسموم يعني تعال بقى ركز اوه في اللي سلايد دي لان دي فيها طريقة الحل طريقة التزاين كله هنا في اللي سلايد دي بنعمل ايه بنشوف الكيو بتاعتنا الكيو ألتمت بتاعتنا اللي هي الاسترس اللي هي الكيو الكيو ألتمت كابتل على بيف دي وبنحط الكيو سي ألتمت مقامة الخرصانة الانكراجد والكيو ألتمت ماكسم مقدام عينينا كده ونشوف الكيو بتاعتنا فيه ثلاث احتمالات يتيجي هنا على الشمال تبقى قل من الكيو كونكريت انكراجد يتيجي في النص أكبر من الكيو سي او مقامة الخرصانة وأقل من المقاومة الماكسموم اللي هي الحديد والخرصانة يتيجي أكبر من الماكسموم دول التلاث احتمالات مافيش احتمال رابع لو هي أقل من الكيو سي ألتمت لو أقل من مقامة الخرصانة يعني الخرصانة لوحدها كده تشيل استرس أعلى من الشير استرس اللي عندي يتبقى تشيل أكتر من دول يبقى الدنيا سيف زي الفل بس ماينفعش سيف دي وزي الفل دي ماينفعش لازم بفيه عندي مينمم ويب رينفورس لازم فيه كانت مينمم ليه مينمم؟ زي ما تكلمنا قبل كده في الفريكشور وقلنا أن فيه حاجة اسمها داكتيلتي إن لو لو أنا عندي حصل مقاومة الخرصانة مش هتشرخ وعندي مقاومة الخرصانة أعلى من الشير بس ممكن تشرخ لأي سبب آخر اي حاجة اي سبب يخلي الخرصانة دي تشرخ لو هي شراخت بقى يبقى دي وقع مهببة ليه؟ هيحصل صادم فل خلاص وبالتالي ساعتها ماقدرش يسيب الشرخ الشير دا من غير تسليح فبحط له ايه؟ المينمم يبقى لازم بحط له المينمم وإلا بقى زي ما الرسمة اللي رسمناها في أول المحاضرة إنه يحصل الشرخ وتوم الخرصانة وقع يه solved هي تجي توع إلا something الكنات المينمم دي فبقى فده الحالة الأولية نروح بقى للحالة التانية إن هي أقل أكتر من مقاومة الخرصانة لكن أقل من مقاومة الحديد والخرصانة مع بعض أكتر من مقاومة الخرصانة لكن أقل من مقاومة الحديد والخرصانة مع بعض في الحالة دية إذا لازم نحط كنات تقاوم لي إيه؟ الشيري الزيادة دا احط كنات تقاوم لي الشير يزياده ده. ايه الكنات اللي احطها ديت? احطها تقاوم الكيو دي يسميها كيو اس ultimate. كيو اس ليه? لانها الشير stress اللي هو carried by steel reinforcement. كيو ستيل ultimate. بيساوي الكيو ultimate ناقص الكيو سي ultimate. اللي هي المقاومة الخرصانة اللي هي شلتها. ما احنا الخرصانة بتشيل شوية. فانا هطرح الشير لسترس الكل ناقص الشير stress الخرصانة بتشيله. والزيادة ده الحديد يشيله. بس لما اجي اطرح ما اطرحش الكيو سي uncraged. اطرح الكيو سي craged. ليه? لان الخرصانة شرخت. فلما اتشرخ مقاومتها بتقل. فبقت بتشيل شوية بدل ما بتشيل 0.16 جزر FSU على جامعة C بقت بتشيل 0.12 جزر FSU على جامعة C. فمقاومتها بعد التشرخ قلت. فلما اجي اطرح مقاومة الخرصانة من الشير الكل لي اطرح الكيو راجب. واللي هيتبقى ده هو ده اللي هيشيله الحديد وهنعرف هنصممه ازاي كمان شوية. طب لو انت عندك الكيو بتاعتك اكتر من Q ultimate maximum. Q ultimate maximum اللي هي ايه? اللي هي اقصى مقاومة الحديد والخرصانة مع بعض يشيلوها. يعني الاتنين مع بعض كده ما يقدروش يشيلو اكتر من الرقم ده. طب وانت اكتر منه. طب خلاص ما ينفعش يعني انت كده ايه? بتقول اللي الحديد والخرصانة مع بعض بيشيلو مثلا ايه? ايه? عشرين. مثلا. عشرين وطيفر من يونتس ايه? وانت عندك الشير اللي جالك خمسين. طب هتعملها ازاي? الحل اللي بقى بتاعها اللي عشرين دي ما تقدرش تزيد. دي استحالة زيد. الحل ان الخمسين تقل اقللها ازاي? ان انا اعمل redimensioning. ان انا ابتدي ازود الدبس. ازود العرض. ازود اغير ابعاد القطاع. فلما غير ابعاد القطاع الQ ديت. Q ultimate متقل. ترجع تدخل في المرحب. في الستاج اللي على الشمال. او الزون اللي في النص ديت. انها تبقى اقلل Q maximum. احط لها حديد ساعات. لكن طول ما هي اقتر Q maximum. ما اقدرش ان انا اصمم القطاع ده. القطاع ده بيبقى brittle. وما ينفعش تصمم. طيب. تعال نبص كده على الكاميرا اللي قدامنا ديت. الكاميرا ديت. عبارة عن ده diagram بتاعنا. خلينا نقول الشير ستريس دي جرام. ما فيش مشكل. يعني هو شير فورس. اقسمه على بيف دي. بقى شير ستريس دي جرام. هنا الخط ده يدي قيمته QC ultimate uncracked. الساهم ده. والساهم ده طبعا زيه. الدنيا متمثلة. skew symmetry يعني. بس يعني زي بعض يعني. فهنا ده QC ultimate uncracked. المنطقة اللي هنا اللي في المثلس الصغير ده. اللي ستريس فيها اقل ولا اكتر من QC ultimate uncracked اكتر ده اقل. كل ده اقل من QC ultimate. يبقى المنطقة دي كلها تقضى على مين هنا. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. انا انا عاملوكو unmute يعني ممكن تجوه. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. واحد بالزبط كده. يبقى ديت تقضى على واحد. يبقى تتحطي لها minimum wayb reinforcement. وده منطقي. يعني منطقي جدا ان المنطقة اللي في نص الكاميرا. اللي هي الحتة من اول هنا لغاية هنا. بتاخد ما فيها الشير. الشير قليل يعني. بتاخد المينموم. عشان كده 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 بقولك ايه. في الحتة اللي في النص حط 5.8 في المتر. ايجي وقتها دلوقتي. هي دي الخمسة فاي 8. لها حزبة كده. هنعرفها دلوقتي. ان المنطقة دي الشير فيها قليل والشير safe. اللي هو اقل من QC ultimate uncracked. طيب شمال الخط ده. اكتر من QC ultimate uncracked. يبقى في اي منطقة هنا. واحد ولا اتنين. اكيد في اتنين. يبقى ابتدى حط كانت لمقطع. بس بيكون ديشن انه مش اكتر من Q ultimate maximum يعني. يعني هم انه هو محقق انه هو بين الاتنين دول يعني. فهنا هيبقى اكتر من QC ultimate وطبعا قال لي من Q ultimate maximum. فهيتحطله هنا كانت. يبقى المنطقة ديت هيتتصمم على كانت. كانتها تتصمم عليه. تتصمم على Q ultimate. ناقص QC ultimate correct. فهنا شايفين الخط الافقي ده. ده قيمة QC ultimate correct. اطراحه من Q ultimate. فبقى لي الخطوط الحامرة دي. دي المنطقة اللي هصمم عليها. ال ايه الشير. طبعا انا مش هصمم على. مش همشي حتة حتة. انا همسك اقصى واحدة فيها. اقصى قيمة في المنطقة دي. هصمم عليها. اللي هي القيمة ديت. اللي هي القيمة ديت. اللي هي بتساوي. اللي هي عند ال اللي عنده critical shear. اللي هو دي على اتنين من وش العمد. يعني خلاص الشكل دوت. يعني عشان برضو ما يبقاش الدنيا complicated. او انا بس بحاول فاهمك ايه الوضع. الوضع ان فيه المنطقة اللي في النص ديت. الكو فيه اقل من QC ultimate. وبالتالي بتحطي لها المنطقة اللي شمال ال QC ultimate ديت. ديت بتاخد بتتصمم علي الشير الكريتيكال اللي هو على بعد دي على اتنين من وش العمد. طيب كده ال 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 اخلاص عشان بيقول لي less than one minute. فانا ها فلا دلوقتي. اول ما الفايل يحصل له conversion. هدخل هعمل session جديدة. stop recording.